استعد فريق علماء دولي لاختبار تأثير ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية على المناخ ويعتقد العلماء أن زيادة مستوى الحموضة في المياه الناتج عن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يؤثر في النظام البيئي للقارة خلال العقود المقبلة نعمل على بناء محيط المستقبل في علبها نرفع مستوى ثاني أكسيد الكربون فيها ونرقب ما يحل بالبيئة تجربة محيط المستقبل ستجري في غرف شبه مغلقة في الماء يتم وضعها تحت الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ويتيح ذلك للعلماء التحكم في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء من دون تغيير ظروف الضوء أو المغذيات نأخذ مياه المحيط ونضيف إليها ثاني أكسيد الكربون ثم نغير رقم الهيدروجيني الخاص بها ونحقنها في الغرفة يراقب العلماء تأثير التركيز المتفع لثاني أكسيد الكربون في الكائنات الحية وتؤكد دونا روبرتس أن وقع مستويات الحموضة الحالية على الحياة في المحيط بدأ يظهر بالفعل وبشكل جليل في المياه المفتوحة هنا كما يعرف بالحلزونات الصغيرة التي بدأ المحيط ينهجها وهي أساسية في الشبكة الغذائية في كل المحيط الجنوبي وسيتستنى للباحثين عبر تجربة محيط المستقبل تكوين فكرة أفضل عما ينتظر القارة القطبية الجنوبية في العقود المقبلة